اشتركوا في القناة العلمانية لا تعاد الدين بل تحمي الدين بدليل انه تحمي الاجان الكثير المتعددة الموجودة بالهند وفي العالم الغربي كثير من المذهب في بلدانها الاصلية لا يستطيعون ان يقومون بشعائر بسبب دولة استبدادية معادية يقومون بنفس الشعائر بكل حرية في دول تطبق العلمانية فيستطيع هذا الانسان ان يحتفظ بعلاقته مع ربه في ظل العلمانية عن طريق صوم وصلاة وحج وشعائر دينية بيأكملها مراسيم متعلقة بالزواج بالوفاة العلمانية ابدا توفر الارضية لا تعادي هذا الشيء اذا يمكن تعريف العلمانية بانها حركة اجتماعية تقوم على مبدأ الاعتبارات الدينية في السياسة استبعادها من السياسة حركة اجتماعية تهدف الى تنمية النزع الانسانية وتأسيس نظام قيمي سلوكي بمعزل عن الدين قوانين انسانية والغريب ان هناك من يرجع البدايات الاولى التي سوف تؤدي فيما بعد الى ظهور ما يعرف بالعلمانية الى المسلمين الموجودين في اسبانيا نعم فبداية احتكاك المسيحيين بالمسلمين الموجودين في الاندروس في اسبانيا عندما لاحظوا هؤلاء المسيحيين ان المسلمين ليس بينهم وبين ربهم اي واسطة على العكس من المجتمع المسيحي المسيحيين مع رهبانهم الرهبان كانوا واسطة بين المسيحيين وبين الله يفرضون عليهم الاتوات يفرضون عليهم بيع السكوك الغفران يتواطئون عليهم مع ملوكهم الخاضعين بانفسهم لسلطة الكنيسة فاخذ كثير من المجتمع المسيحي يعني يغبطون هؤلاء المسلمين على العلاقة الفردية بين الانسان وربه فبدأوا يتحاركوا المطالبين بنفس ما يتميز به المسلمين ان الفرد المسلم من حقه او بامكانه بامكانه التواصل مع الله بدون اي وسيط وعلى مر السنين تطورا امر في العالم الغربي حتى اصبح شيء يعرف بالعلمانية ولذلك نقيضة العلمانية هي الاصولية الاصولية الدينية بالتعليد والعلمانية هي قضية العصر لان ما تعانيه البشرية الان من عنف وارهاب وقتل هي بالضبط تفريعات الاصولية اذا اذا كان التنوير علماني طبع فان الاصولية هي نقيضة العلمانية تماما نستطيع ان نقول ان الفيلسوف جون لوك هو مؤسس العلمانية وان كانوا اسبينوزا وجان جاكروسو واخرين كثر هم بيقبلهم ساهموا في وجود ما يعرف العلوان بالعلمانية جون لوك يميز لك بين الحكومة المدنية وامور الدين جون لوك على العكس ما ما يعتقد الكثيرين رجل مؤمن ومتدين ومن حبه للدين وللرب اراد ان يحمي الدين من السياسة ويحمي السياسة من الدين فهذا الفصل بين الدين وبين السياسة هو النتيجة للعلمانية وليس سبب لها العلمانية نستطيع ان نقول هي نظرية للمعرفة وليست نظرية في السياسة لماذا؟ لان العلمانية هي التفكير في كل شيء نسبي بما هو نسبي لا يوجد في العلمانية شيء اسمه مطلق ولذلك التنوير كان منذ البداية منافي لأي حقيقة مطلقة لا يوجد حقيقة مطلقة على الأطلاق في العقل التنويري الأصوليين هم واحدهم اللي يؤمنون بوجود حقائق مطلقة ويجب أن نعود إلى الأصول والأصولة ليست موجودة فقط في الدين الإسلامي بل حتى عندما تأتي إلى أصلها كأصلها مسيحي لحد اليوم هناك حركات أصولية في أمريكا معادية للعلم معادية لكل علم حديث على سبيل المثال يعادون نظرية التطور أصوليين أمريكان لحد الآن عندهم جمعيات يعتبرون نظرية التطور علم زائف لماذا؟ لأنه يضعف سلطة الإنجيل فإذا لم يكن الله خالق العالم في ستة أيام إذن سفر التكوين باطل وإذا كان سفر التكوين باطل إذن أصفار العهد القديم بيأكملها باطل موجودين هؤلاء الأصوليين لحد اليوم في كل مكان أما عن الأصولية الإسلامية في إذاريت نتحدث عن المنظرين الأساسين للأصولية الإسلامية فيهم ثلاثة أبو الأعلى المودودي سيد قطب الخميني قبل أعلى المودودي منظرة الأصولية الإسلامية بامتياز في كتاب الحكومة الإسلامية يحدد في هذا الكتاب خصاص هذه الحكومة فيقول أن الحاكم الحقيقي في هذه الحكومة هو الله الله هو رئيس هذه الحكومة يقول أن السلطة الحقيقية مختصة بالله فقط يترتب على ذلك أنه ليس لأحد من دون الله حق في التشريب إذن القانون الذي جاء من الله هو أساس الدولة الإسلامية وبالتالي حكومات التي لا تحكم بما أمر الله هل تجب طاعتها؟ لا لا تجب طاعتها إذن الدولة حسب ما يقول أبو الأعلى المودودي سيقراطية دموقراطية يعني دولة دينية التي هي الثقراطية يقودها رجال الدين وبنفس الوقت دموقراطية تناقص لكن هذه الدموقراطية مقيدة بسلطان الله عكس الثقراطية المسيحية المستندلة طبقة الكهنة التي تشرع للبشر قوانين حسب أهواءها وغلاثها طبعا هو هنا هذا رجل هندي طبعا معروف عنه فهنا هو يعرف أن الدموقراطية هي مكسب للمسلمين بالهند لأن الدموقراطية تحمي الأقليات تحمي جميع الأديان فالدموقراطية هو هنا يعني يحبذها لأن يعرف هي تحمي المسلمين الموجودين بالهند لكن بنفس الوقت يضيف لها ثيقراطية تخيل أنت الهندوس يعملون بكلامه يقولون نحن راح نطبق تعاليم أولا على الموجودين المسلمين ويعملون لك ثيقراطية هندوسية أنت تخيل البقية وأن الإله إبراهما أو الشيفا أو معرفة شو هو الحاكم المطلق الوحيد والإشاراء مستمدة من عدة يمكن 200 مليون أو تثبيت في الوصول راح يصبحون أقل من المنبوذين لكن العلمانية الآن الموجودة بالهند لا وفرت لك يعني حرية تامة واحترام للجميع العقاد الموجودين بالهند المسلمين أو غيرهم لذلك يقول الموجودين أن الدموقراطية العلمانية الغربية تزعم أنها مؤسسة على سلطة الشعب ولكن هذا الكلام ليس حقيقي يعني هو يقول يقول أن الشعب مستحيل يعني في العالم الدموقراطي لا يشارك بالإدارة ولا يشارك بالحكم يعني ما يعرف يريد مثلاً 100 مليون فرنسي وزراء كلهم أو كلهم بمجلسة بالبرلمان القصب شعب هو ينتخب سلطة مثلة بنيابة عنه 100 شخص بالبرلمان 20 شخص من رأس الوزراء لو هو يرأ يريد الشعب بأكمله يحكم وليزارك يعني سوف يصل إلى نتيجة أنه العالم الغربية فصلت الدين عن السياسة بسبب العلمانية وبالتالي لم تعد مرتبطة بالأخراق يعني الموجودين يصور أن العلمانية هي فصل دين عن الحياة عن الدولة لا هي هي لا تفصل الدين عن الحياة تفصل الدين عن السياسة فقط العلمانية أصلاً عندما تأتي إلى أسسها إلى جوهرها هي التفكير في الأمور الإنسانية من خلال أنه كل شيء نسبي من خلال أنه لا يوجد شيء مطلق ولذلك يصور أبو الأعلى المودودي أن العلمانية مفهوم خاص بالحضارة الغربية أبداً هذا كلام غير صحيح هذا يعني أنه هناك حضارة غربية وحضارة إسلامية وحضارة ما أعرف إيش ونحن نعرف أن الحضارة وحدة الحضارة وحدة مع تعدد اتجاهاتها ولذلك مسارة يتجه المن يتجه إلى الفكر الأسطوري يعني الفكر الأصولي يتجه إلى فكر أسطوري هذا الفكر لا يعتمد على العقلانية بأن العقلانية هي جسر المن للعلمانية هذا أول شخص ثاني شخص من الأصولين المعادين للعلمانية سيد قطب فزعم سيد قطب أن المجتمع أما يكون جاهلي أو الإسلامي هاي يكرر أرضيه بيأكملها يا إما مسلمين يا إما أو ناس جاهليين الجاهلية حسب سيد القطب هي أن يشرع الناس قوانين بعضهم البعض دونما الأخذ بما أمر الله به يوضيب سيد قطب أن المجتمعات القائمة اليوم يعني نستطيع أن نقول بيأكملها مجتمعات جاهلية على الأطلاق فهؤلاء الهندوس الموجودين بالهين البوذين الموجودين بالصين اليهودية وغيرها الوثنية المسيحية بيأكملها مجتمعات جاهلية بما فيها المجتمعات الإسلامية التي تعلن عن علمانيتها هؤلاء بيأكملهم حالهم حالة جاهلية التي سقت مجيء الإسلام ولذلك يعلن سيد قطب أن الألوهية والعبودية لله وحده لا سواه ولا شريك لأحد معه ولذلك سوف نتيجة ماذا تكون أصولية معادية للعلمانية إلى درجة جدا كبيرة على اعتبار أن العلمانية حسب ما يقول سيد القطب هي نفي للسلطان الله الشخصية الثالثة الأصولية في حصر لهذا الخميني في كتابة الحكومة الإسلامية ولاية الفقي فيربط الخميني بين السلطة السياسية يعني اتجاهة السلطة السياسية بالأهداف الإسلامية ويركز على الولايات الفقي ويقترح في هذا كتاب برنامج عملي لتأسيس دولة إسلامية ويرى أن من سمات العالم الحاكم المسلم هي أن يكون مستند على من؟ مستند على الشريعة الإلهية وليس على قوانين إنسانية وليس على تشريعات أو إرادة إنسانية وأنه يجب أن يكون هناك حكيم حاكم فقيح عادل مسلم هو اللي يتولى أمور الناس ويشرع عن الله يعني بالتالي هذا مفهوم ولا يترفقه هنا يعني شيء أشبه بالمطلق اللي يتعادل علمانية هل الأصولية تقتصر فقط على الأصولية الإسلامية؟ لا أنا ضربت مثلا عن الأصوليين موجودين بأمريكا نفس الشيء أخوتهم المسلمين أو اليهود الآن موجودين أصوليين في داخل إسرائيل هؤلاء اللي يعتبرون دورة إسرائيل دولة مقدسة وأن التنازل عن أي جزء من أرض إسرائيل هو هرتقة لأن أي جزء لأن إسرائيل هي منحة من الله منحة من الرب لاحظوا المطلق هو هذا المطلق نتحدث عنه هي منحة من الرب إسرائيل فلسطين هي منحة إلى الرب لبني إسرائيل ولذلك يرون أنه بسبب هذا المطلق أنه اليهودية هي الضامن الوحيد لوجود إسرائيل والعكس صحيح ولذلك يرفضون الانصياع للدولة العلمانية طالما لم تتبنى معايير دينية يهودية صارمة هؤلاء موجودين موجودين وبكثرة وحتى ما ندخل بالموضوع نحن نعرف أنه لولا اليهود الألمان هؤلاء نستطيع أن نقول عنهم تنويريين وجعلوا دولة علمانية أسسوها وإلا الغالبية العظمى هم هؤلاء اليهود الشرقيين وغيرهم اللي يعدهم أفكار أصولية وكنوا على يقين أن هؤلاء الأصوليين إذا شاء القدر يوم من الأيام تولوا الحكم في إسرائيل ابدأ العدد التنازلي لسقوط هذه الدولة لأن الأصولية يعني هي مرض من الداخل الأصولية تبدأ سرطان بالداخل الجسد يبدأ ينهيش ينهيش لحد ما تصبح هذه الدولة حطام تسقط وحدها ولذلك قد ما تأتي على جميع هذه الأصوليات هي ليست فقط مانعة لكل ما هو إنساني هي عندها رؤية كونية بل تهدف إلى تشكيل العالم وفق الدين اللي يعتنقونها على سبيل المثال ولذلك هم مستعدين عندما تأتي على زبدة أفكارهم زبدة أفكارهم أنه هذا العالم يجب أن يشكل وفق شريعة إلهية الوسائل ما هي العنف الأرهاب السواء هذا المرخص كلها تمتزج بهدف واحد هو حكومة الله ولذلك يمزجون لك المطلق بالنسبة يمزجون الحقيقة الأبدية الموجودة بالدين بالحقائق العابرة اللي ممكن يومياً غير حقيقة لذلك هذا المطلق بحكم طبيعته ما يقبل التعدد تعدد المطلقات مهدد للمطلقات حقيقة مطلقة وحدة أنا عندي وكل الحقائق اللي عند سكارك الأرضية ما أطلع هذه هي الأصولية ولذلك العلمانية بمفهومها الحالي المنتشر منشأت في عصر التنوير منشأت في عصر النهضة الأوروبية من أجل أن نتواجه الكنيسة من أجل أن تقف في وجه الكنيسة اللي وقفت في وجه التطور العلمي وسيطرت لك على المجتمع ومؤسساته بسبب مبالغة رجال الكنيسة في ذلك الوقت في تغيالهم اللي جاوز كل حدود فتحولوا رجال الدين إلى طواغيت إلى محترفين سياسيين مستبدين بحيث يعني كلها تحت ستار الأكليروس الرهبنة العشاء الرباني بيع سكوك وغفران وكذلك بلسه الوقت الكنيسة اللي وقفت ضد العلم وحيمنت على الفكر حيمنت على الفكر لدرجة أنه أسست محاكم تفتيش واتهمت أعظم العلماء بالهرتقل نعرف كله ما تعرض إلى كوبرنيكوس اللي نشر كتابه عن حركة الأجرام السماوية من عتى الكنيسة لماذا؟ لأنه يختلف مع تعريمها المطلقة أي نفس الشي عندما تمنى غاليله أفكار علمية تختلف عن ما موجود بالكنيسة بأفكار الكنيسة حول كروية الأرض هاجمته حاكمته ونعت كتاباته وأقامها جبرية ولذلك الصراع في أوروبا بالقم السادس عشر والقم السابع عشر عندما كان يعيش كوبرنيكوس صنع غاليله كان بين من؟ بين الأصول الأصولية المسيحية اللي ترتزم لك حرفية النص المقدس النص الموجود بالكتاب المقدس وترفض لك أي أعمال للعقل ترفض لك أي فكر إنساني وبين من؟ بين هذا الأصولي وبين العلمانية اللي ترتزم لك أنه النص الديني نحترمه لكن إن أولى إن أولى في ضوء أعمال العقل لا نطرد الدين العلمانية لا تطرد الدين العلمانية تضع الدين في حجم الحقيقي المناسب في الكنيسة في الدير في الجامع وليس إنه يبني شرع لك قوانين وغيرها إذن الفلسفة في الغرب استقلت عن اللهج في وقتها مختلف العلوم تكونت خارج إطار الأصولية خارج إطار المسيحية ضدتها في أحيان كثيرة كل الحقائق الإنسانية كل النعم اللي ينعيش بها من دموقراطية بالأمور السياسية والاجتماعية والثقافية وغير ذلك هي لم تكن موجودة لو لم تستقل عن الدين طبعا نعرف بعد ذلك بعد كوبرنيكوس وغاليلوس وفية مارتن لوثر بالأصلاح الديني اللي يربط لك وهذا رجل دين رجل دين اللي يربط لك بضرورة تدمير ثلاثة أمور إذا لم تتخلص من عندها العالم الغربي الأصلاح الديني لن يكون له أي دور قال يجب أن تتخلص من السلطة الدينية هاي مثل الجاثم على صدر المجتمع الغربي يجب أن تتخلص من السلطة الدينية على اعتبارها السلطة الوحيدة التي من حقها فهم النص الديني لا كل الناس بإمكانهم أن يفهمون النص الديني كل إنسان حر بأن يقرأ الكتاب المقدس ويفهمه حسب قناعته وحسب فهم هذا النص ولا يوجد ناس هم فقط اللي يفهمون هذا الكتاب المقدس وقال أيضا يجب أن نهدم أصمة البابا لا يوجد إنسان معصوم لا يوجد إنسان لا يتعرض للخطأ عندما نقول أنه لا يوجد إنسان معصوم يعني بهذا المعنى أنه أي إنسان ممكن أن يرتكب خطأ ممكن البابا يرتكب خطأ فنوقفه عن حده وعليه بناء على العديد من آراء الفلاسفة وعلماء الاجتماع فإن العلمانية نجحت بل تستوجب رفع القداسة عن كل شيء كل شيء تحت المسال تضعها تعني أيضا انفصار المؤسسات الدينية عن المؤسسات العلمانية المؤسسات الدينية موجودة كما الحال في الغرب إلا حترامها ولتقديرها ما حد يتعرض لها بل تحميها دولا والدولة يعني مجبرة على أن تحمي المؤسسات الدينية ورجال الدين وبأكملها وأيضا تحول لك المعرفة الدينية إلى معرفة علمية يعني أنتوا يا رجال دين اختصاصكم الدين وتفهمون به ابقوا مسار روحانية الطب الصيدلة والبالوجيا والكيميا والفيزييا هاي مو مجاكم لا تدخلون بها هناك مؤسسات علمية هي اللي اختصاصها هذا إذن العلمانية هي دائما التفكير بالنسبي كل شيء نسبي لا يوجد مطلق جميع الظواهر الإنسانية هي نسبية بالضرورة لا يوجد شيء مطلق إذن العلمانية هي الوسيلة العظمى أمام المجتمع الإسلامي من أجل أن يحقق رفاهيته من أجل أن يحقق العدالة من أجل أن يعيش المجتمع بسلام العلمانية بنسلق تستعين بالليبرالية حرية الفرد وأن سلطة الفرد فوق سلطة المجتمع ما لم تتعارض سلطة الفرد مع المجتمع يجب أن يكون يعني الليبرالية هي أخت العلمانية بحيث تجب أن تكون هناك الليبرالية في السياسة في الاقتصاد في التعليم في الأخلاق لا فهم العالم العربي والإسلامي للليبرالية والعالمين أنه نطلع مصالخ بالشارع هذا المختصر المفيد فقط لا أكثر على الأقل ومؤكد أنه هذا الطرح سوف يلاقي العديد من الاعتراضات في العالم الإسلامي على اعتبارها ايدولوجيا غربية الحادية خطرة معادية حاقدين على الدين الإسلامي وهذا كلام جدا يعني بعيد عن الحقيقة لذلك عندما تأتي إلى جميع الحركات الإسلامية اللي نشأت واللي عاست لك بالأرض العربية والإسلامية والعالم بيأكمل الفساد هي حركات السورية معادية للعلمانية وهي بنفس الوقت معادية يعني عدها أفكار أنه الإسلام هو دين علم وحضارة وسياسة وأنه العلم يتأسس على أعمدة الإيمان ولذلك هذه الأصولية تهدف إلى أن المجتمع الإسلامي أي شيء بما يتوافق مع القرآن الكريم والسنة النبوية هذا مجتمع جاهلي أو مجتمع أي مجتمع جاهلي يجب أن تكون الشريعة الإسلامية بتمثلة بالقرآن وبالسنة هي التي تحكم وبالتالي هم خايفين من العلم لأن يعرفون أن هذا العلم سوف يسحق عجلات المؤسسات الدينية بالتالي سوف نضحي بالعلم نضحي بكل نظرية علمية من أجل أن تبقى المؤسسات الدينية هو الغباء عندما يبدعون بالقول أن الإسلام دين ودنيا لا الإسلام دين وليس الدنيا الدنيا قوانين إنسانوية البشر هم حسب مصالحهم الزمان يختلف في المكان يختلف ولذلك على رغم من اجتداد الصراع بين الأصوليين والعلمانيين في العالم العربي هناك اليوم تراجع للعلمانيين أمام الأصوليين هناك أصوليين جدد لا سيما بعد أن نجحوا هؤلاء في رفع شعار الإسلام هو الحل ولذلك كانوا يعتقدون بأنه هؤلاء أنه الإسلام هو ممكن أن يكون ليس فقط تشريع ديني وإنما تشريع اجتماعي وسياسي وقتصادي وثقافي أنه الإسلام دين ودنيا الإسلام في كل المجالات يتحكم على الأطلاق ولذلك مشكلة الأصوليين هي تحويلهم لكل ما هو تاريخي إلى مطلق خصوصا عندما يكون أنه هؤلاء يعتقدون أنه الإسلام عنده أجوبة لكل المسائل أن الإسلام عنده أجوبة لكل المشكلات أين تكون الأزمنة والأمكنة ولذلك يرفضون العلمانية رفضها مو من الزاوية الدينية بل من الناحية المعرفية وهنا المصيبة لذلك جوهر الأصولية والاعتقاد بأن العالم بأكمله هذا العالم يتأسس على جزء الديني وينبغي أن يكون مصدره مقدس أخير إذا كانت الأصولية ضد العلمانية وإحنا نعرف أن العلمانية هي سمة الحداثة إذن بالتالي سوف تكون الأصولية معادلة للحداثة ماذا نقصد بالحداثة الحداثة الابتعاد عن السلطان الماضي الحداثة تقليص مجال المقدس في مكانه فقط الحداثة الأخذ بالروح النقدية في كل مجال على الأطلاق والشؤال هل عندما نقول ما بعد الحداثة هو ضد الحداثة لا أبدا هذا لفظ يعني الاتصال كما نقول ما بعد الطبيعة كما نقول ما بعد المجتمع الصناعي كما نقول ما بعد التاريخي الحداثة مرتبطة بما بعد الحداثة إذن الحداثة ماذا تعني تعني مناخة جديدة علمية تقوم على التجربة الاعتقاد بالعلم والتخطيط العلمي بالتقدم الثقة في التقدم الثقة في الإنسان ولذلك الذي يقف ضد العقل يقف ضد من ضد التأويل لأن العقل وعي بالعالم العقل هو فاعل في العالم ليس فقط يعيد إنتاج نصوص تاريخية قديمة ولذلك الأصولية الدينية ترفض تأويل النص وتأخذ ما موجود بكتب المقدسة على علاته نعم هناك وحي إلهي وهناك خبرة بشرية الوحي الإلهي ممكن أن يصلح لتبرير غايات تعاطي مع قضايا كلية أبدية يعني مسألة وجودية لكن لا الخبرة البشرية تكشف لك عن مسارات عن خطط عن وسائل تدعى ذلك مع قضايا جزئية مع مشاكل مشاكل عملية اللي ممكن أن نصفها بالمعرفية إذن الوحي سماوي المعرفة دنيوية لذلك من يرغب أنه يعني على سبيل المثال أن يرتقي بالدنيا أن ينجح في الأمور الدنيوية أن يتطور يجب أن يتعلم في نون دنياوية علون دنياوية بالمجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية بيأكملها يجب أن يكون المجتمع علمي إذا أريد يتطور وبالتالي هنا سوف يكون المجتمع علماني واللي نفس الوقت يؤمن بالله العلماني ما تحرمه انتهت حلقة اليوم شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة